النهاردة الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين موقع رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عملوا حوار دمه خفيف حوار ظريف مع محمد صلاح نجمنا المصري الكبير أسطورة كرة القدم المصرية تعالوا نشوف الحوار مشي إزاي هم سألوه ما هي أقدم ذكرها كروية لديك في ألف فريق القديم من المقرار العرب لازلت أتذكر مباراة لإني سجلت فيها هدفين ما هو إنجازك الأكبر حتى الآن دوري أبطال أوروبا طبعا من هو الممثل الذي تريده أن يمثل شخصيتك في فيلم قال إن أنا بحب كيفين هارت بيدحكني كتير قالوا له ما هو قولك المفضل باللغة العربية رح قال لهم بالعربي شكرا طبعا الحوار مسجل ومصور يعني طبعا الحقوق ما تخلناش نعرف نوري الحراكة فبنقول لكم تكست أي لعب تحب اللعب معه في تاريخ كرة القدم قال إن هو بيحب رونالدو البرازيلي الظاهرة طبعا أو زين الدين زيدان لإني لعبت مع فرانشيسكو توتي بالفعل في روما وقال كمان أحب لعب مع ستيفان جيرارد وقال إنه واحد من اللعبين الكبار يعني في الحوار قال ربما ما كنت لتحظى بنفس عالي الأهداف إذا لعبت مع رونالدو قال حسن إنه يمرر الكرة أحيانا بيهزر يعني رونالدو البرازيلي يعني لو كان بيلعب مع رونالدو كان شاء هو لسجل كان رونالدو هو لسجل قال إنه سعب بيمرر الكرة يعني سألوه إذا كان يمكنك اختيار وجبة واحدة لتأكلها طوال للوقت ما إذا ستكون قال طعام مصري يدعى الكشري طعام مصري يدعى بيكلم هو الإنجليز يعني فبيقول طعام مصري يدعى الكشري بالنسبة لنا ما اسموش يدعى دي خالص هو كشري قال مكوى من مكارونا وأرز وبصل مقلي وصلصة طماطم إنه خليط من كل شيء وهو شهير للغاية في مصر سألوه يمكنك صنع قال بالتأكيد يمكن ولكن ليس مثل ما تشتريه من جانبنا يعني يعني عارفت ما يقولك إيه أنا أحبش أكل الكشري في البيت أحب أكله من بر إليه بعد كلنا بنقولك إذا إلى جانب كرة القدم ما هي رياضة التي كنت ستود لعبها بشكل احترافي قال لعبت التنس وهزمت تريند أليكساندر أرنولد إنه جيد ولكني أفضل منه السلام على السكة ده الحوار لطيف ونجيب أحراركم حوار لذيذ نحب نعرف كل حاجة بيقولها محمد صلاح دايما